السلام عليكم أساتذة العزاء في هذه المحاضرة سوف نحاول أن نتعرف عن كيفية أعداد الحساب الخاص بالتدريس الموجود هنا في الجهة اليسرى الموجودة طبعا هنا مجموعة من الخيارات سوف نتعرف عليها اتباعا سوف نحاول التعرف أولا على الأكاونت وكيفية ترتيب الخاص به والبروفايل والفايلز وإلى آخره طبعا من نجي أحنا أول ما رح نفتح المنصة رح طبعا يكون أما من الداشبورد الموجود ها هنا طبعا مثل ما قلنا لحد الآن أحنا ما قدر ننضيف لحد ما ضفنا أي صفوق ما سوينا أي شيء فرح نبدأ هسا بالإعدادات الخاصة بالتدريس لكي نمهد لعملية إعداد الصفوف وإعداداتها أولا نذهب إلى الأكاونت ها هنا رح نجد مجموعة من الخيارات أوكي هاي الخيارات هي شيء مثل الناسات ذات العزاء عدنا مثلا مثل ما تشوفون ها هنا احنا عدنا ما يعرف بالنوفيكيشن اللي هي الإشعارات بالضغط عليها طبعا هي هاي الإشعارات اللي رح توصل للتدريس نتيجة جميع الفعاليات التي يقوم بها مثل ما قلنا من قوز assignment discussion إلى آخره إلى آخره فمثلا هنا أنا عدنا إذن هي شيء مثلا إذن هي الآلية التحكم في طريقة استلام الإشعارات الخاصة بالصف وحسب ما نراه أمامنا احنا عدنا أربع أنواع من أنواع الإشعارات بالنسبة لهذا الصح شوال معناته يعني معناته رح يتم استلام الإشعارات مباشرة بالنسبة المن لهذه اللي هي due date بالحالة الأولى اللي هي due date إن خليتها أما إذا خليتها على هذا الوضع بمعنى أنه أنا الإشعارات الخاصة لديو date رح أستلمها كملخص كملخص بشكل يوم ولكن إيش كملخص في نهاية هذا اليوم أما إذا ضغطتها هنا معناته أن الإشعارات الخاصة بالديو date رح أستلمها بشكل أسبوعي أما في حالة إذا خليت على الـ X بمعنى أنه ما رح أستلم أي إشعارات خاصة بهذا الديو date طبعا مثل ما تشوفون أحنا أول ما نوقف على الحالة مثلا هنا نقف على الحالة مثلا مباشرة إيش رح يطلع هنا مثلا كورس كونتيند رح تظهر هنا مثل اللي خلي نقول التعريف والعمليات اللي أنت تقدر مثلا تشينج كورس كونتيند مثلا بش كونتيند كوز كونتيند إلى آخر شوف أنتش تحتاج هنا مثلا تعدل عليها فنرجع فمثل ما قلنا إذن لإشعارات فإذا كنت أنا أريد مباشرة أي شي يحدث بالديو date اللي أنا خلي توصل لي إشعارات أحيخلي على الصح هنا نفس الحالة بـ Grading مثلا أنا خلي بشكل أسبوعي توصل لي أما بالنسبة لـ Content أوكي ما ليد أخلي لي نفس الحالة بالنسبة للفايلز ما يدخل لي أي إشعارات تحتوصل لي يعني من أن نصعد أي فائلات أو تصعد لك أي فائلات تحتوصل لك إشعارات وإلى آخرية طبعا أساتذة الأعزاء طبعا إشعارات هي أخوائها فبالتالي هنا هو تابع للإستاذ هو من يتحكم بهذه الإشعارات حسب ما يراه مهما وهو صاحب الأولويات هو يحدد الأولويات التي يراها وعليه تترك هذه الإشعارات أما لما يراه القسم مناسبا من حيث يعمم علينا أن الإشعارات ستكون بصيغة معينة أو تترك إلى التدريسي أو تترك إلى التدريسي هذا بالنسبة لأول حالة التي هي الإشعارات أما بالنسبة للبروفايل هذا هنا شيء مثلنا أنه البروفايل رح يمثل لي التالي بالنسبة لي أنا هذا البروفايل رح أقدر من خلال الضغط ها هنا بالنسبة للإدت بروفايل رح تظهر أنه تقدر تغير اسمك متانسة أنا مسجلة ماهر عزيز عبد الرحمن من ممكن أضيف اللقب حتى تظهر يعني للطلاب أيضا حتى يظهر فمباشرة إذا نقدر أنضيف مثلا أوكي لقب العلمي أوكي تمت إضافة أول شغلة هنا نأتي الحالة التي هو عليها يجب أن نضع هذه الحالة مثلا هنا نقول خاص بجماعة اللجنة المتحانية لأنها مجموعة من الأشخاص سوف يعملون هم بالنسبة طبعا مثلا تعرفون للذكر والأنذة ولش يضع هذا الشيء هناك تشابه في بعض الأسماء من الممكن أن يكون نور اسم ولد ومن الممكن أن يكون نور اسم فتاة فبالتالي يفضل أن نضع شنو الخاصية له هنا حتى يكون يعرف الطالب ويا من لا يتعامل يعني في حالة عدم وجوه صورة شخصية فبالتالي إسا أنا أخلي هي أوكي هسا بالنسبة مثلا أنا هنا أيضا طبعا هنا أقدر أخلي صورة بالضغط على هذا أقدر choose a picture من سنختارها مثلا أنا أقدر أختارها من سطح المكتب أضغط عليها أقدر أعدلها فأشوف أنا شون أريد أخليها ومن ثم أقول لها أوكي سيف فبالتالي مغاشراتها راح تظهر الصورة ها هنا التائتل أيضا تقدروا أنتم تحبون مثلا تكون فتاة شيء تعريفي بالنسبة للكونتاكت أيضا ومن خلال هنا أنا أقدر أضيف خلي نقول طرق للتواصل من خلال من خلال هنا من خلال ستنك بعد شوية حنروح لها فأمريد هسا إحنا نوصل لها هنا مثلا بي خلي نقول البايوكروفي تقدر أنتك تكتابت ملخص عن التدريسي شهادة شغلات اللي هو يحتويها أو مثلا مكانة العلمية أو شوكت أو نبدأ شخصيا عن شوف هو شيحب يكتب هنا أوكي شيحب يكتب هنا أنا مثلا أخلي ومثلا خلي نقول فاللينك معين مثلا أنا أدخل لي مثلا رابط القناة الخاصة مالتيم عن يوتيوب حتى الطالب مثلا يرجع لها في حالة أنه محتاج فتشغلات معينة أكتب كلمة يوتيوب ومن ثم أذهب إلى قناة الخاصة بي ومن ثم أضع ها هنا وطبعا تقدروا هنا أيضا تخلون الفيس وغيرها إلى آخره وتريدون أن تضيفهم بعض نضيف بعض وإلى آخره لكن يعني مثلا شوف حسب ما أنت ترتقي هسا حقول لها مثلا save profile ويعني أقدر بعدين أنا أعدل عليه أكثر أضافة بس أنا سأشوفكم إن شاء الله المهمة الممكن أن تحتاجها بس أنا سيفتها فظهرت وظهر هسا أنا هنا عندي اللينك على اليوتيوب بس بعد شوي هنشوفه وين هيظهر بشكل كامل أوكي ولما كملت هسا هذا على الفائل طبعا لكوني أنه هنا أنا لحد الآن ما ضايف أي شي فما رح تظهر عندي لكن خليني شوفكم المنصة الثانية اللي أنا موجودة عندي اللي هي هنان هاي سأني الفائلات اللي أنا بتان ضايفها بالصف السابق ماتي سهيا مثلا الصورة أنا رافع أنا أيضا نافع هنا مع الامتحان هاي الصورة والإعلانات وكل الفائلات اللي أنا رافعها أوكي كلها رح تظهر ها هنا كلها رح تظهر ها هنا طبعا هذا مثلا الستاتيك مثلا أنا مسوي هنا الصف الخاص بمادة اللحصة رح تظهر أيضا المحاضرات طبعا هو كلها يصنفها إليك على أساس إيش على أساس التصنيف اللي انت خليت يعني الصف أو الكورس مثلا أو مجموعة الصف اللي انت تقوم بعملية تدريسة هذا من نسبة للفائل فكل فائل انت قمت ورفع رح تلقيه هنا أوكي نجح على الستاتيك هذا هو بصراحة المهم طبعا هنا بعض الشغلات احنا سويناها هنا بالبروفايل بس انها نحن نعيدها شوان أيضا شوان نرتبها أكثر حروح هنا على الجهة اليمني ادت ساتينك الضغط عليها أوكي رح نبدأ نشتغل عليها نجح على أول حالة الفول نعم طبعا هنا لازم يكون الاسم صريح يجب أن يكون الاسم صريح مع اللقب العلمي صريح مع اللقب العلمي فلهذا هرجع أقول مثلا اللقب العلمي أنا أكتبه هسا هنعرف السبب أوكي لأنه هنا لمن حيظهر لعملية مثلا إعطاء الدرجات إذن يكون الاسم هنا صريح مع اللقب العلمي لكون الاسم الذي سيظهر عنده وضع الدرجات الامتحانية بمعنى أي درجة يتم تصعيها ضمن هذا الصف ضمن هذا الكورس سيظهر هذا الاسم سيظهر هذا الاسم ماهر عزيز عبد الرحمن أما الثاني اللقب العلمي هذا الاسم سيظهر في المناقشات في الاسم بالرسائل التعليقات الإيميلات إلى آخره أوكي مثلا أيضا دايشوفكم ونرى الاسم إلى آخره نيجي هنا هذا اللقب العلمي اللقب العلمي اللقب العلمي دعونا نقول يعني إذا أنا عملية فصل الاسم الأخير عن الأول وراح يظهر هذا بشكل أوتوماتيك وتقدر أنت تعدلها طبعا وتكتب وتعدل بكيفك عليها هاي الصغة الصيفة الصيفة اللي قبل شوية احنا حجينا عنها أنه يجب أن نضحها أما هي أو شي وعرفنا السبب أوكي ليش هنا أنا اللانجويتش طبعا هنا من الممكن من الممكن أنا أتركها على أساس system default اللي هو مثلا لغة الإنجليزية حساس system وأن ذا أخذها أو مثلا من الممكن أنا أخلي على أساس اللغة العربية لنفرض أنا اختارت اللغة العربية يا ترى شنو اللي حيصير عندي خلي بس تواني هنا أنا اختارت أنا اللغة العربية خلي أكمل بعدين أقول أبدأ setting هنا طبعا المكان اللي أنت عايش بيه طبعا حتى يكون الكوزات حتى يكون يعني توقيتها صحيح الكوز والأسايمنت وإلى آخره طبعا هنا باسورد ممكن تغير الباسورد الخاص بك إذا ضغرت هنا راح تغير وإلى مثلا إذا تريد تستلم أي إشعارات من مثلا structure إذا تحف تخلي علامة الصح هنا أوكي طبعا الويب surface هنا عندنا شغلات مهمة أهم هو الgoogle drive أنا أقدر أربط مع الgoogle drive بس أضغط هنا سيقول أوكي سأحاول عشق مع الgoogle drive الخاص بك سأقول أوكي ننتظر قليلا سيختار الخاص بي أوكي هنا أنا سأضغط الآن أنا المفروض ربط عندي بس خلي نرجع على setting أوكي بس لكون إنه إحنا ما نطينا حفظ بالحالة الأولى فليهذا صارت عندنا هاي الشغلة إذن بس خلي دواني نرجع ننطي العربية هنا أنا حسوي بس حتى يشوف كم اللغة العربية ما سأصير فقط هذا الشي الواجهة سأصير باللغة العربية أما أي إعداء مثلا أنت واجب أو أسائمين كتبت باللغة الإنجليزية ما راح يصير عليه أي شي لا راح يترجم ولا يتأثر ولا كل شي فأي أسائمين أو أيضا تقدر التنبيهات إلى آخره باللغة الإنجليزية ما راح يتأثر كل كل اللي حيصير فقط الواجهة عندك ستكون باللغة الإنجليزية وتقدر ترجحها من نانا أيضا بحيث ترجحها مثلا إلى اللغة الإنجليزية أوكي وتقول لها تحديث من جديد وحسا رجع أوكي حدث هنا الوقت أوكي مشى لغة ححاول من جديد بالنسبة له نانا المفروض راح يأخذ بس يربط بيها بس شو مدى يتقبل معروف حقيقة هذا الأمر راح نحجو اليوم إن شاء الله مع جماعة المركز حتى نفهم ليش مدى يتقبل أوكي هاي مجموعة خيارات ثانية حاولوا تبقون على وضعيتها لتحاولون أنه تغيروها هاي طبعا هذا الشيء بسيط عن كيفية بس بعد إحنا عدنا بعد مثلا إذا تحب هنا أضيف إيميل إيميل ثاني هذا الإيميل لأغراض مثلا التواصل يعني ثانوي بالإضافة الإيميل الخاص بك فأنت تقدر إضيف ها هنا أي إيميل لنفرض لنفرض أنا عندي مثلا هذا الإيميل لنفرض أوكي أه مثلا أعطيه أعطيه ها هنا ها أقول له مثلا هس طبعا هنا ها أقول أوكي تانك أو طبعا هس المفروض هو هنا ها ينضاف بس نشوك ها ينضاف من هي هاته ونضاف من يتفعل من أفتح هذا الإيميل الخاص اللي عندي الشخصي مثلا من التليفون أو من الحاسبة وأفعل الإيميل وصلني لا لنهس المفروض وصلني إيميل حتى أستطيع أن أفعل ويصير هنا مقبول أهم الإعدادات هذا ما معناتها ها أساتي الأعزاء هذا ما يعني هنا الإيميل هذا معناتها أنه أنت تستطيع إنشاء إيميل خاص بك ضيب بجميع بحوث شهادات كتب الشكر أي إنجاز خاص بهذا التدريس وهذا أيضا ممكن أنه أنت طبعا ستضغط طبعا أكيد ها هنا هنا راح طبعا من خلال من هنا هنسوي هذا تقدر الإيميل هو تعتبر مثل السيدي والشار كوية أي شخص حتى لو كان خارج هذه المنصة حتى لو كان خارج هذه المنصة طبعا نحن فقط اللي تعلمنا هو الإعدادات الإعدادات الرئيسية الموجودة وين لصاحب هذا الحساب وللعودة إلى الصفحة الرئيسية للمنصة بالضغط على التشبورد أشكر حسن استماعكم ونلتقي في محاضرة أخرى